الزمالك أصله ده هو اسمه لوحده ده جاذب يعني اسم نادي الزمالك ده جاذب في مجالات كتيرة جدا يعني ده من أكبر الأندية في أفريقيا فان شاء الله يعني أنا متفائل وبعدين متفائل أن أنا ما فيش اسم كلمته وقال لي لا أنا مش فاطئ فدي حاجة يعني أتلاجت صدري يعني أنه الناس كلها عاوزة ترجع نادي الزمالك زي ما كان وحصل إحنا مش في الثلاث سنين دول خدنا دور رجعنا خدنا دور مرتين وكاس ووصلنا فاينل يعني وعاوزين بطولة أفريقيا اللي هي غايبة عن نادي الزمالك بقالها 21 سنة أي نعم حظنا وحش في مرتين نهائي إنما نادي الزمالك ده من فترة كنا أكبر عدد خمس بطولات فكنا أكبر نادي في أفريقيا كانوا مستحوز على بطولة أفريقيا إنما بقى من واحد وعشرين سنة ما خدتش كده فأنت تراجعت هو الحقيقة 18 سنة اللي فاته تحديدا نادي الزمالك تأخر في حاجات كثيرة جدا جدا ناس محمد وزي ما قلت لك كان متفوق وزي ما حالك قلت ذكرت أنك متفوق في أفريقيا عن مستوى الأفريقي وعلى حاجات كثيرة جدا تأخرت وعايز أقول لك أن فيه أندية عملت تاريخة في 18 سنة دي أه طبعا طبعا وإنت النهاردة البطولة اللي تلعبت وما هي الكرة بقت فيها في الأخير الرياضة آه فلوس معاك فلوس هتقدر تصرف هتقدر تجيب لعيبة مميزة ما بقاش في عندك مشاكل فالنهاردة فيه البطولة اللي هي المصغرة السوبر بيجا من 8 فرق واللي بياخد الجايزة الأولى بيعدي إلى 4 مليون دولار يعني فالنهاردة يعني ده يعني هقول فلوس راحت منك مش هقول أن أنت كنت تأخذ البطولة حتى لو نادي الأهلي طبعا خسار أنه هو طلع من البطولة في السيميفاين إنما في الآخر جات له بطولة جابت له مليون وسبعمائة ألف دولار في السيميفاين اللي أنا عارفه كده يعني فده مبلغ برضو بيساعد في النواحي المالي فهي الكورة احتراف فلازم الزمالك لازم يرجع تاني لبطولة أفريقيا ولازم إن شاء الله يحصل على بطولة أفريقيا بس هي القصة هتاخد وقت يعني إحنا طبعا مش هقول الدوري انتهى لأنه إحنا ده 6 مطشاط إنما في النهاية البطولات هتيجي والزمالك هيرجع يحصل البطولات إن شاء الله بإذن الله